وينضم لنا الآن أيضا الخرطوم الأكاديمي والباحث السياسي عصام دكين سيد عصام أهلا بك معنا خطوة وصفت بأنها فعلا كبيرة ومهمة الإعلان عن قامة علاقات بين السودان وإسرائيل بداية كيف تبدو ردود الفعل حتى اللحظة في الداخل السوداني على هذا الإعلان ومن الأمثل الداخل السوداني كان في قاية السرور وأنا الآن أأتي إلى الاستيديو وأسألني الكثير من السودانيين كيف طرون هذه الخطوة وأسألهم فهم في قاية الفرح والسرور أن يخرجوا أولا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي مكسنا فيها حوالي 27 عاما والنظام السابق والحكومة الحالية طرقوا أبواب عديدة جدا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وفرنسا للمساعدة في خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولكن كانت الشجاعة الكبيرة جدا من الرئيس الفريق أول عبد الفتاح البرهام باتخاذه القرارة عن يقابل نيتنياهو في عنتبي في فبراير الماضي والخطوة القادمة هو اختيار الدولة الإمارات العربية أن تكون راعية للمحادثات بين السودان وبين الوفودة الأمريكية الرفيعة المستوى والتي كللت بالنجاح بوسط الرعاية الإماراتية بالخطوة الكبيرة أيضا الخطوة الثانية أو قبل هذه الخطوة هو حضور مايك بومبي إلى الخرطوم ليأخذ موافقته النهائية من القوى الحاكمة في السودان فهذه كانت نتائج إيجابية كبيرة جدا الفضل أولا يعود للفريق البرهان باتخاذ هذا القرار الشجاع التاريخي في مسيرة الحياة السياسية السودانية والفضل أيضا يرجع إلى الدولة الإمارات العربية التي هيئت هذا اللقاء الكبير الآن سؤال يطرح كيف سيستفيد السودان من هذه الحطوة من هذه العلاقات أولا وهل نتحدث هنا عن علاقات تبادل منفع ما بين إسرائيل والسودان المنفع الكبير جدا يعني بالأمس صرح وزير الخارجية الإسرائيلي قال السودان سيكون محطة للطيران الإسرائيلي ما بين الطيرات القادمة من إسرائيل إلى إفريقيا والقادمة من إفريقيا إلى إسرائيل سيكون السودان معبرا تجاريا كبيرا فهذا مكسب كبير جدا كذلك المكاسب التي وردت في البيانة المشترك ما بين السودان وإسرائيل وأمريكا أولها أن السودان سينضم إلى النظام السياسي الجديد في الشرق الأوسط الذي قايم على السلام في المنطقة بشكل كبير والسودان جزء منه والإمارات أصبحت لاعب أساسي جدا في ترسيخ هذا النظام في السلام في الشرق الأوسط الخطوة القادمة هي التبادل الاقتصادي الكبير الذي سيتم بيننا وبين أمريكا وإسرائيل والدول الموجودة في أوروبا وفتح الأسواق الأوروبية كذلك الدعم الذي وعدنا به في اتجاح التنمية واستغلال الموارد السودانية من خلال التكنولوجيا الإسرائيلية والأمريكية وقدوم المستصمرين هناك شروط تم وضعها في أبو ظبي في المحادثات السابقة أن نرفع اسم السودان من غاب الدور العرهاب هذا تم وأيضا المساهمة في تخفيف حدة ديوم مع البنك الدولي وصندوق النغضة الدولي ونادي باريس والآن ستكون هذه الخطوة القادمة وأيضا الإعانات التي تقدم إلينا المكاسب والمنافع ولكن هنا يطرح تساوى الآخر هل الحكومة السودانية الانتقالية هذه الآن لديها خطة ألية رؤية واضحة كيف سيتم الاستفادة من هذه العلاقات على أكمل وجه وتطبيق على أرض الواقع هذا سؤال جميل وأنا أشيد به أن حقيقة قوة إعلان الحرية والتغيير أصبحت الآن منقسمة على نفسها حزب الأمة خرج والبعسيون خرجوا وكذلك الشيعين إذن الحكومة الحاضرة الآن بغيات الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان يجب أن يبحثوا عن حاطنة سياسية جديدة تضع خطط وبرامج للاستفادة من رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعي الرهاب وفي العلاقات الجديدة الدبلوماسية مع إسرائيل وفي الشرق الأوسط بشكل كبير فعلا هذا السؤال مهم جدا ونحن كأكاديميين وأساس الجامعين وأصحاب تخطيط استراتيجي إن شاء الله إذا استعانت بنا هذه الحكومة وطلبتنا سنضع ماذا نريد في علاقاتنا القادمة مع الشرق الأوسط بأكمله ومع إسرائيل في كيفية الاستفادة من هذه العلاقات القادمة بوضع خطة اقتصادية استراتيجية لعملية الإتليزيشن ريسورس أو استغلال الموارد في السودان بشكل كسيف لدينا مياه عزبة هائلة لدينا أراضي شاسعة وخصبة لدينا صروة حيوانية هائلة لدينا معاد كبيرة جدا في ظاهر الأرض وعلى سطح الأرض بشكل كبير نحتاج إلى شركات استثمارية علينا أن نضع خطط عاجلة يعني طويلة المدى وقصيرة المدى للاستفادة من الانفتاح الاقتصادي القادم على السودان وهذا التحدي الذي سيواجه حكومة السودان تفاوض على اتفاقيات للتعاون في مجالات عدة منها الزراع والطيران والهجرة وغيرها لربما من المجالات ولكن أفهمك بأنه ربما لا توجد خطة ورؤية الآن واضحة هل سيستغرق وقت وضع هذه الخطط سيد عصام بالتأكيد لن يستغرق وقتا طويلا الخطط ربما تكون حاضرة اليوم قبل الأمس يعني إذا طلب الجهاز التنفيذي من الدولة الآن أكيد ستحضر سنحضر هذه الخطط الاقتصادية هي موجودة دراسات أجريت منذ زمن بعيد وتم تجديدها كل مرة لدينا رؤية مستقبلية في كيفية استغلال موارد السودان هذه الرؤية موجودة الآن وسلمت من أكاديمينا في جامعة الخرطوم وجامعة السعر علوم والتكنولوجيا وأساسة الجامعات قدموا مبادرات لاستغلال هذه الموارد رؤية سياسية واقتصادية وكيفية استغلال هذه الموارد داخل الأرض وباطنها لكن أولا يجب أن يكون هناك استقرار سياسي نسعى إليه داخل السودان الآن سنواجه تحدي كبير جدا من اليسار حول هذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق السلام لأنه لديه مواقف مبدئية الآن وأكد لك خرجت هذه الحاضنة السياسية من التزامها مع حكومة عبد الله حمدوك وبالتالي لا بد أن نبحث عن عملية استقرار ومشروع وطني كامل وشامل يقدم مصلحة السودان على المصالح الحزبية الضيقة أفتكر الآن المستقبل أمامنا بشكل كبير لكن يجب أن نبحث عن قيادات جديدة شابة طرى المستقبل بشكل بعيد وبفوق بعيدة في استصوار هذه العلاقات السنائية القادمة بين أمريكا وإسرائيل وعموما في الشرق الأوسط شكرا لك سيد عصام دكين الأكاديمي والواحث السياسي كنت معنا من الخرطوم